لكن خلينا الأول نقول لكم أبرز ما فيه الغربال عظيم عظماء العالم فاشل آه آه بجد قال لك لما تدص على كل الجرائد والمواقع تشعر إن الأهل علشان هيخسر بطولة الدوري محتمل لأن الموقف ازداد صعوبة في الأمتار الأخيرة تسمع على تسريح الفريق تسمع على خلاص اللعبة دي مش عارف إيه لازم الناس دي تمشي المجلس الإدارة لجنة التخطيط وفجأة كل حاجة ظلمة لمجرد إنه الفريق متعسر في بطولة الدوري فلما تسأل حد بس الفريق ده وقت بطولة أفريقيا يقول لك إحنا مالنا الدوري هو المقياس لا بجد الدوري هو المقياس طيب خلينا في الدوري هو المقياس إذا ارتضم الدوري مقياس فعلى الجميع أن يرفع القبعة للنادي الأهلي وللعب هذا الجيل لأن هذا الدوري بأهميته وبقيمته كمقياس هذا الفريق فاز به خمس مرات متتالية إيه رأيكم؟ اللي فاز به خمس مرات متتالية بإنجازات كبيرة جدا وبأرقام قياسية يعجز أي حد ينفس الأهلي فيها يعتبر فاشل عشان في موسم وضعت أمامه العرقي للكثيرة وضعت أمامه العرقي للكثيرة في التحكيم وهتشوفوا تفاصيل حقيقي يعني كاشفة وكاسفة لكن هذا الفريق بهذا الجيل اللي يفوز بالدوري المقياس الرسمي والمعتمد عند حضراتكو كقوة الفريق ده فاز به خمس مرات منها مرة كان فيه غيره قبق أو سينة أو أدنى منها الاحتفال وقدر الأهلي بكبرياءه وقمته وشخصيته وأبناءه ولعبته دول يحققوا اللي الناس كانت شايفاه شبه مستحيل هذا الدوري المقياس المعتمد كأفضل بطولة النادي الأهلي يمكن لما تيجي تبص تلاقي بايرنوم يونيخ الأهلي لما يفوز بالدوري على التوالي يقول لك أصد دوري ضعيف لكن لما يفقده يبقى الدوري قوي جدا المقولة بتاعة أقوى بطولة هي البطولة التي لا يفوز بها الأهلي وأسها البطولة هي البطولة التي يحققها الأهلي ده المقياس لدى البعض لكن لما الأهلي فاز بالبطولة على التوالي خمس مرات قال لك الدور ضعيف قلنا لهم يا جماعة هو المعيار قال لك لا ما هو أصل الفيفا عمل تقرير قال لك ضعف الدرجة التنفسية في الدوري المصري وما كانش الكلام كده خالص الناس ترجمت بمزاكها الكلام ما كانش على ضعف الدوري المصري كان على أنه النادي الأهلي بفوزه بالدوري ابتعد كثيرا عن أقرب منافسية فقال لك الأهلي خلق مساحة فاصلة جدا بينه من أقرب منافسية لكن لو أنت عايز تتكلم على أنه فوز الأهلي المتتالي بالدوري ضعف المسابعة يبقى أحكم على الدوري الألماني بالضعف لأنه بالمناسبة بايرن ميونيخ إذا كان الأهلي خاد الدوري خمس مرات بايرن ميونيخ لما احتفل بأنه حصل على اللقب تسع مرات وعاد الرقم اليوفينتوس كبطل الكاليتشو الإيطالي الأهلي سبق كل دول الأهلي سبق كل دول وفاز بالدوري تسع مرات أول ما البطولة بدأت الرقم القياسي التاريخي للأهلي في الدوري أو لأي فريق هو للأهلي في تسع مرات في بداية المسابعة في 48 لكن هل التوالي في القياس في الفوز ده ضعف للمسابعة ولا قوة لما الأهلي حققوا تبقى المسابعة ضعيفة لما الأهلي يتعثر بفعل فاعل أيوة بفعل فاعل في موسم يبقى الأهلي منهار والمجلس فاشل ولجنة التخطيط مش شافة شغلها وواواواوا والكل ينسى أن هذا الجيل المحترم كان بين العظماء في الدوحة وكان تالت العالم انا ليه بقولكو هذا الجيل استحق لقب عظيم عظماء العالم وهقولكو ليه في مسافة قصيرة جدا عشان تشوفوا درجة التجني على هذا الفريق وتشوفوا حجم التربص بالنادي الاهلي وصل لفين وتشوفوا ايه اسباب هذا الرجم الاعلامي وهذا المخطط الشيطاني لضرب استقرار هذا الفريق والاساء اللاعبية الناس نسيت ان كل هؤلاء اللاعبين والابطال على الاعناق لأول مرة في تاريخ الكرة يجيبوا بطولتين قريتين في 8 شهور ما حصلتش لاي حد الا للنادي الاهلي اي فريق حتى في النادي الاهلي قبل كده ما عملهاش هتقول لي ما هو السبب ان البطولة اندمجت ايوة بس هذا الفريق بهؤلاء اللاعبين كانت عندهم القدرة بهذا المدرب الرائع بيتسو موسماني كانت عندهم القدرة انه يحافظوا على درجة تركزهم واستعدادهم وطاقتهم وقدرتهم وقوتهم لمدة 8 شهور يوصلوا فيها للطوب يجيبوا بطولة افريقيا التاسعة والعشرة ما حدش عملها انا ليه بقول لكم عظيمة عظماء العالم المقياس لو هنعتبر ان الوجود في بطولة العالم كاس العالم للاندية بتضم النخبة من ابطال القرات المختلفة كل فريق واخد بطولة قراته بيجي كاس العالم للاندية فالاهلي بين ابطال العالم اللي تواجد معاهم في الدوحة صحيح خاد المركز التالت لكن في خلال 8 شهور دول اول موسم ايه اللي حصل الاهلي عمل ايه وغيره عمل ايه من هؤلاء العظماء لهذا الجيل اللي انتوا سايبين الناس ترجم فيهم وتكسر في مجادفهم وتسئلوهم وتسرحوا وفلام فاشل وحملات مغرضة واسماء مستعارة في حملات وكتائب الالكترونية كتير هدفها ضرب استقرار هذا الفريق والتقليل من قيمة هؤلاء النجوم لمجرد انهما انهكوا زيادة وانا هقولكم ما تعرضوا لي من افعال غير ادمية في جدول غير ادمي الحقيقة هذا الفريق ليه هو عظيم اعظماء العالم هو كان في بطولة العالم في الدوحة معاه بايرنو ميونيخ بطل اوروبا بايرنو ميونيخ في هذه الفترة في هذا الموسم في التسعة شهور دول حقق تلت بطولات خد دوري المانيا وخد السوبر وخد بطولة كأس العالم للاندية الاهلي خد خمسة الاهلي خد خمس القاب في تمن او تسعة شهور الاهلي خمس القاب بايرنو ميونيخ تلاتة بل مراسي البرازيلي تلاتة أولسن هونداي الكوري بطولتين وتجريس أونالي المكسيكي بطولة واحدة الاهلي خمسة في نفس الحقبة او نفس الفترة الزمنية اللي بايرنو ميونيخ تفوقت في التسعة على الزمالك ومن قبله على كل المنافسين هم اللي تفوقوا على كل أبطال الدول الأفريقية المختلفة الترجل وداد كايزر تشيفز كل اللي قابلهم وقدروا يفوزوا بالتسعة والعشرة عشان تشوفوا درجة التجني عليهم وصلت لفين فجأة بقوا مفاشلين فجأة بقوا لازم يتم الاستغناء عنهم لمجرد انهم وصلوا المرحلة لا يمكن أبدا قبولها من الناحية البدنية وحنقف كتير عند الجزئية دي من الناحية العلمية بس عارفين الفريق ده في التمن شهور أو بلاش في السنة من أغسطس لأغسطس نحن في أغسطس من بداية الموسم أغسطس السنة اللي فاتت لأغسطس الحالي هذا الفريق لعب تلاتة وسبعين مباراة من أغسطس لأغسطس بدون راحة بالمناسبة كان المدة الفصلة بين المسلمين خمس أيام خمس أيام من أغسطس لأغسطس هذا الفريق لعب تلاتة وسبعين مباراة شايفين حجم الضغط اللي تعرضوه فازوا فيها بخمس ألقاب الفريق الفاشل لكنه مع كل هذا التعرض طيب قررنا الأهل بايرنوم يونخ وبكل عظماء قرات العالم اللي تواجدوا معها في كأس العالم للأندية طيب إذا قررناه بكل الفرق اللي كملت في بطولاتها القرية الموسم ده الأهلي بالوضع الحالي لعب تلاتة وسبعين مباراة عارفين مين لعب كان بعد النادي الأهلي على مستوى العالم أوروبا علشان تشيلسي والمان سيتي لعبه فاينال دوري أبطال أوروبا المان سيتي لعب واحد وستين مباراة وتشيلسي لعب تسعة وخمسين مباراة الأهلي تلاتة وسبعين مباراة مش هنتكلم على الفارق البدنية ولا الصحة العامة ولا الاستشفاء من النواحي العلمية ولا كل النواحي الفيسيولوجية والبيولوجية وكل الفرقات العامة اللي بينه وبين أبطال أوروبا لكن الأهلي لعب تلاتة وسبعين مباراة هذا الفريق من أغسطس لأغسطس يلعب تلاتة وسبعين مباراة بالمناسبة ده ربما كان ضعف بعض الفرق اللي بتنفس الأهلي محليا أقرب فريق للنادي الأهلي في عدد المباراة كان الزمالك أقل من الآهل ب 9 مباراة كان المفروض 11 بس الزمالك لعب دور أو دورين في كاس مصر لكن الآهلي كمل في بطولة أفريقيا وخذوا بالكوا الفوارئ في عدد المباراة يعني الأهلي لعب أكتر من الزمالك ب 9 مباراة والناس بتتكلم على التكافؤ الفرص والناس بتتكلم معرفش على إيه الأهلي لعب في معدلات بدنية زادت عن الفرق الأوروبية الكبيرة يعني هتلاقي ده أكتر فريق لعب كرة بشكل متواصل خلال سنة من أغسطس لأغسطس على مستوى العالم بصوا حجم ما تعرض ليه هذا الفريق كل 72 ساعة كل 8 اتجربت فيه كل حاجة اتجربت فيه كل حاجة لكن مع هذا حصلت كل هذه الضغطات اتعادل الأهلي وكان من الطبيعي أنه يتعادل كان من الطبيعي أنه يتعادل أنت بتتكلم على بشر بتتكلم على شحم و لحم بتتكلم على إنسان معندوش مش آلة بقول لكم الآلة لو شغالة بهذا التوالي والاستمرار العربية بتسخن العربية بتسخن والمواطين بتتحرق لو تثابت شغالة طول الفترات دي يا جماعة دول بشر دول بشر شوفوا حجم الإصابات اللي بيتعرضوا لها هنقف مع رؤى علمية كتيرة في الجزئية دي النهاردة دي مسألة غير طبيعية بالمرة إنك أنت تلعب 73 مباراة متصلة من أغسطس لأغسطس ده حمل بدني لا يطاق ولا يحتمل وتبقى الإصابات معاه مش لا هي مفاجأة ولا غريبة حتى الناس اللي بتلعب الناس اللي بتفهم في الرياضة الشوية في حاجة اسمها الياقة الزهنية جرب تعمل حاجة معينة كل يوم شوف هتزهق بعد كم يوم شوف هتتعب بعد قد إيه لكن فريق نحطه في محرقة لمدة سنة كاملة من أغسطس لأغسطس وبعد كده ألومه آه تعب آه تأثر حيخسر نقاط آه خسر نقاط لأنه هذا الفريق بهؤلاء اللاعبين مع هذا المدرب لما خد أسبوع واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة الترجي شوفته مستوى الكرة كان عامل إزاي لمجرد إنه الرجل الدوم أجازة 4-5 أيام ورجعت مرانه 3-4 أيام ولعب ماتش الترجي شوفته حجم الأداء والسرعات اللي في الملعب وحالة الفواءان البدني كانت عاملة إزاي لكن محدش لا بيتكلم لعلى اليقى زهنية ولا على قدرات بدنية ولا على تحمل عضلي ولا على أي حاجة ويركع يقول لك تقول له خد بطولتين أفريقيا خمس يقول لك لا المهم الدوري طب يا سيدة خلاص إذا كان الدوري مهم قوي إذا كان الدوري مقياس حقيقي ومعتمد عندكم فالأهل لديه من المخزوم في بطولة الدوري اللي يخليه ما شاء الله الأهل يا جماعة واخد الدوري 42 مرة تقريبا أكتر من ضعف حاصل جمعه كل أندية المسابعة في تاريخها يعني الأهل عنده 42 لقب الزمالك عنده 12 لقب والإسماعيل عنده 3 ألقاب وبقيت الأندية عنده لقب سواء الأولمبي أو المأولين أو المحلة لقب لكن هذا الحمل البدني الكبير وهذه الإصابات المستمرة وفريق يلعب 73 مباراة بشكل غير مسبوك على ظهر البسيطة من أغسطس لأغسطس مؤكد له أسباب ومؤكد له نتائج هل دا الدعاء؟ هل لما النادي الأهل بيشتكي بيبرر إخفاقه؟ هل الجهاز الفني لما بيرجع كل هذه النقاط المهدرة أو الإصابات المتكررة بيداري فشله؟ إيه الحقيقة العلمية بالضبط في قدرة اللاعب على التحمل وفكرة اللاقة الزهنية كمان